في اسأل الخبير بالنسبة لليوم بش نحكي وعلى الاختناق بالجاز عافينا عافيكم الله كيفاش نجمه نتوقعه وفي سورة حدوث المكرو كيفاش نتصرفه اليوم معنا الخبير حسين البكوش خبير عن معهد الصحة والسلامة المهنية وممثل المعهد العربي لعلوم السلامة سباح الفل والياسمين سيحوسين سبح النور إيناس سبح النور الجميع مشاهدي القناة الوطنية الأولى وعننا مديدة أختي إيناس أنا نشكرك على تلبية الدعوة في الفقرة هذية اللي كل مرة بشيكونوا خبراء بناتنا ومعانا للإجابة على عديد التساؤلات في مجالات مختلفة هذي شهرة الفقرة وراجعين نرجع لك سيحوسين الاختناق بالجاز من الإشكالات اللي نحكيوا عليها في الشتاء ونحكيوا عليها أيضا في الصيف بالضبط هي أختي ناس كان لحظنا حتى في الليامات الأخرى والسنوات الأخيرة صاروا بارشة حوادث توفى وفيها عائلات اللي يرحمهم وأفراد عائلات كما صارت انفجارات في سيارات تاكسي تخدم بالجاز والغير ولا فهم حتى ديار أنا نذكر في حيث ظهور دار بيكملها بسبب تسارب الغاز احنا اخترنا اليوم وما ذات صغيرة مساجات سهلين للسادة المشاهدين عن كيفية الوقاية من الغاز المنزلي وزادة الغاز الصناعي لأنه العامل يهمنا كما يهمنا المواطن في دارهم في نهاية الأمر لسلامة وحياة التوينسا في المنزل ولا في المصنع لكن نجمو نعديو الصور المرافقة أيضا بالضبط أنا فهم صورة مهمة اللي هي صورة احنا قولوا التويو متاع الجاز اللي تلقاه عند قغاز طبيعي ولا عند قغاز قارورة ديما بشتربته بتويو التويو هذي وقت اللي نشريه مذابية نثبت من حاجة اللي هو فيه تاريخ الصناع التويو حسب المواصفات التونسية والمواصفات العالمية يعيش خمسة سنوات أنا متأكد السادة المشاهدين اللي تفرجوا فينا اليوم كان يرجع توا يشوف الدات متاع التويو متاعه تلقى اللي عنده عشر سنين واللي عنده خمسة سنوات ما بدلوش هنو هناش نواز يبدلوا بصفة أوتوماتيكية يعني من غير ما يرى انه فيها مشكل الناس هي طريقة سهلة برشا أنا كان نرجع توا كان يحطونا لو خيان الصورة متاع التويو اللي هي موجودة نجي نشوف التويو متاعي مثلا كي نلقى عليه تاريخ الفين وستاش اش معناه الفين وستاش؟ معناه يلزمني نحسب خمسة سنين بعد الفين وستاش ونبدله نبه؟ معناه يلزموا يتبدل الفين وواد وعشرين واضح دونك اسهل منها كما فهمش علاش يناس يلزمني نبدلوا لانه التويو مصنوع من مواد بلاستيكية اللي هي تاريخ صلوحيتها تنتهي بعد الخمسة سنين هذوكا وبعد يولوا فما في سير ميكروسكوبيك ما نجموش نشوفوهم اللي هما ينجموا يعملوا كوارث كوارث الحاجة الثانية لا قدر الله لا قدر الله بتبع الحاجة الثانية اللي أنا هوني قاعدين نشاهدوا في الصورة بتاع التويو بلاهي فما برشا يستعملوا البريكية باش يدخلوا التويو باش يوسع التويو ما نستعملوش البريكية فما داي كولي سبيسيو يتباعوا كما نشوفو في الصورة وما نستعملوش بالتل كما نقولو احنا باللغة الدارجة لانه التل ذاك ينجم يعمل كيف كيف داي في سير صغار ينقوا بالتويو واحنا ما نفقوش به حاجة الثالثة اختي ناس المونغالا المونغالا ما تعيشش اكثر من العشرة سنوات ويلزمنا كنجي ونبدلوا الدابوزة متاع الغاز ولا باش نربطوا للانستلاسيون متاعنا يلزمنا ردوا بيننا من حاجة مهمة اللي المونغالا هذية ما نستعملش البريكية باش نجرب باللغاز اللي الكلنا نعملو فيهم تقريبا اللي هي حاجة اختيرة اختيرة والوخيين كان يدخلوا على يوتيوب ويشوفوا فيديوهات يلقاوا عباد خاص رحياتهم وصارت انفجارات لانه حب يجرب فما فويت وغاز بريكية وانا الطريقة الموثلة هو يستعمل ديترجان اي نوع متاع ديترجان رغوة احنا نقولوا باش يشوف وقت الانستلاسيون فما فويت وعلالا يقولوا واحنا يتنفس ولا لا؟ يتنفس ولا لا مانا فما الفارفيسانس ولا لا الحاجة الرابعة اللي ننبه عليها ان الطيو ما يزمش يكون مخنوق معنا ما نحطوش في بقعة ضيقة ولا نحط توفق منه القارورة ولا يتسكر عليه باب لانه بالوقت يلمس يصير فيه ثقوب احنا ما ننجموش في اغلب الاحيان نشوفوهم فما حاجات اخرى يجبنا نثبتو منهم وانا نصيحة للوخيين الي يسكنوا في عمارات كان يعدونا انا حطيت صورة فيها ديتوندور موجود في عمارات بالله ليسنديك متاع العمارات ما فيها باس لان الانستلاسيون متاع الغاز طبيعي انستلاسيون تسمى كبيرة ما يجب هاش تكون معرضة للشمس ومغاء ومعرضة للصديد والماء نفيها باس نعملو لها ابريون بليكسيجلاس ونجيبو حتى مكتب مراقبة مرة في العام ولا مرة في العامين باش يراقبوا لانستلاسيون هذيكات اهنا اهمية لسنديكات يا حسين اهمية المبينة المشتركة كنجمو قولو في العمارات بالضبط في العمارات لانه الغاز راهو اختير برشا وبرفو الكاناليزاسيون الكويفر اللي راكب ومالرزمان زادة الكويفر اللي موجود في تونس برشا منو مهوش كويفر 100% مغلف تنلقاوه كرومي ماذا بنا حتى كنشريون ثبتوا للكويفر يكون 100% وقصوا منو طرف صغير باش نعرفوا للكويفر هذيك متابق للمواصفات يلزمنا كيف كيف وانا موجودة في الصور الانستلاسيون احنا نقوله بالدرجة الجعابي متاع الغاز يلزمنا ندهنوهم راوكي تكون مقشرة ومعرضة للشمس وخاصة ان وقت اللي يكون هو ماهوش كويفر 100% بالوقت ينجم يكون فيه ثقوب ويصير كما صار في بن عروس من سنوات ماضية قليلة الدار بكلها انفجرت لانو يصيروا ثقوب في الكناليزاسيون لانو ما فيهاش سيانة لازمة فما حاجة اخرى يزمنا ردوا بالنا منها لو خيان اللي يجيبوا دي بلان بيه مش كل بلان بيه راو ينجم يلحم الكناليزاسيون راو تاريخ اللي حام مهمة ايضا مهمة ايضا وعننا مراكس في تونس يخرجوا في شوبين سيرتيفة كما لليسانتور دي فورماشون پروفشيوني مراكس تاكوين المهني وكما سيتيم اللي هما قادرين باش يخرجوا ليدات بركال عليهم بالنسبة للشركات الصناعية القانون واضح يلزم مراقبة فنية قانونية على الاقل مرة في العام لشبكات اللي تخدم بالغاز مسؤول السلام عنده دور كبير لتطبيق الرزيرف اللي يكونوا في تقارير المكاتب وفما حاجة مهمة اخرى اختي ناس اللي انا نقولها خاصة موجودة في السبيترات وين فما القارورات المتاع اللي حام وغيرهم بالله القارورات المتاع اللي حام نحطهمش واقفين يزمهم يتحطهم غطين مربوطين بسلسلة ولا على شاريو لان القارورة ترغاز فارغة ولا معبية راي تمثل خطر وينجم يصير انفجار اخر حاجة اخر نقطة يومش ندلل عليك ميسير شغطينيس لانه مازلنا في الحلقات الاولى وانشالله نعطيه اكثر وقت للفقرة هذية اللي كان يرجع للصورة اللي فيها لجوان اللي ركبوهم على القارورات وقارورات الغاز بصفة عامة راي جوان مهم برشة وجوان يعيش مرة واحدة وانا بكل لطف اللي يصنعوا ويعبيوا في الغاز قبل ديما كنا نلقاوا اللي جوان موجود كتجي تبدل قارورة الغاز راي جوان هذيك مهم برشة باش نحافظوا على منع التصربات وبالله كتشموا غاز نهويوا المكان وما نشعلوش الضوء لتفادي الانفجارات ان شاء الله ان شاء الله يلتزموا سي حسين ويتقيدوا بالضوابة هذية وانا نشكرك لانه اليوم عنا خبرات موجودة على ذمة التوينسا باش ننشر المعلومة الوقائية ساميها وقائية قبل حصول المكروه لقدر الله نشكرك سي حسين المرة جاية باش دينا بموضوع مهم برشة كيفاش نختاروا النظارات الشمسية لليونيت صلاغة بتاعنا وكيفاش نعرفوا خاصة فيها المعايير الصحة والسلامة وإلى لي نعلمه هكا اخر كلمة ان شاء الله معهد صحة والسلام مهنية باش يكون على ذمة التلفزة الوطنية بعدة خبراء في عدة مواضيع وعلاش لا على خطر يشاهدوا فينا حتى الوخيان من معهد العربي لعلوم السلامة في مقرب دبي وقاعدين يشاهدوا في الحلقة هذه وعلاش لا نستغلوا حتى خبراء من دول أخرين طيب يا سيتي مدام يشاهدوا فينا من العالم أجمع احنا عطينا للتوينسة في تونس فهذه بنسمة عربية بروح عربية الفل التونسي الفل متاعنا لكل المشاهدين وين مكانوا ولذيوفنا اللي يجيوا بيناتنا عن طيب خاطر باش يقدموا معلومة صحيحة وخاصة مفيدة لسيد المشاهدين شكرا لك سيحوسين نورتنا بالحضور شكرا لك بعد الشارة مباشرة إناس بن سليمة الخاصائية النفسانية بيناتنا ومعنا اتفاق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة